سهلا وسهلا فيكم مجديد مع الموسوع الهندسي ويوم لدينا الدرس الخامس كلنا منتظرين الدرس الخامس هو عبارة كمان عن مثال بسيط المثال الرابع اللي إلنا اللي رح يصير فيه كمان مقارنة ما بين الحل باستخدام برنامج SOLIDWORKS والهو اللي لازم نركز عليه نحنا بالدورة رح يفتح لنا مجال وفق كبير للعمل بنهاية الدورة إن شاء الله رح نقدر نشتغل كفريلانسر إذا درسنا واجتهدنا على حالنا وقدرنا نعمل ميديا صحيحة لشغلنا طيب نتابع هلاك عالطريقة التحليلية بالبداية فنص التمرين المطلوب حساب الردود الأفعال والعزوم للجائز مبين بالشكل الطول الجائز هو 1500 وهي قوة موزعة بشكل منتظم نستبدأ القوة الموزعة بشكل منتظم ل القوة F اللي هي بتساوي Q ضرب L طول يعني من نص السؤال نحنا بفورا بس نقرأ السؤال بنجير نستبدل فبصير في عندنا نخلص من التعقيد السؤال وهيك بصير عندنا القوة هي 1800 نيوتون هذا بدنا نرسل مخطط بيبين ردود الأفعال وزوم في المسالة هوني عندنا ردين فعلا واحد يجي على المحور Y واحد على المحور X والقوة اللي استبدلناها طيب هنا نحنا نحسبون فمجموع القوة على المحور X بشعة الصفر F X B بشعة الصفر فلصنا منا على المحور Y بشعة الصفر فشو عنا قوة على المحور Y لنرجع نشوفوا المخطط هوني على المحور Y عنا قوتين متعاكسات متخالفين بإشارة F F Y B هوني معنا غير قوة وحيدة بالتالي بالأصناء المحاصلة بتصير صفر وهوني بطلع القوة F Y B بشعة الف وثمانية طيب هلاك عنا العزم شو بشعة القوة ضرب الزراع منعوضوا بالمعادلة وهلا ننتقل لنحسب باستخدام الحاسب هلا ننتقل نحن للدراسة باستخدام برنامج SolidWorks الدراسة نحن رح تقدم نموذج جديد هذا النموذج نحن نرسمه كسكتش ونحن نقوم باستخدام ونحن نقوم باستخدام ونبدأ بالدراسة New Study نختار استخدام فين نغير التسمية نسمي الدرس الرابع أو التمنير الرابع فنضيف المادة انه خليط حليق وبعدين نعمل المعالجة كجائز ونضيف نعمل المعالجة كجائز بالجوينت ونضيف القوة اذا نحن سيبدلنا الحمول الموزعة بقوة وحتى نحن نحن نحط حمول الموزعة على السطح كمان فنحن هلا بالمثال نستبدل بحمول الموزعة او فينا نعمل مثل بالحل التحليلي نستبدله بقوة هلا شير فلو انك انت فيك ترجع تعيد الحل وتشوف الفيديو وتبطئه وتوقفه بالشكل اللي بناسبك والامتحانات راح تكون لاحقا للدورة تعتمد على مثال حي عملي تشتغل بفترة محددة وتسلم هذا المثال يعني مرتبط بعمل الوقت فتفهم الموضوع كثير مهم نحن نضيف العزم نحن هلا ضفنا بقوة والعزم وحصلنا على النتائج نحن نضيف العزم ترجمة نانسي قنقر